يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدن فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليت شعري هل يقعني يا أية من السمت عليك فارجعي إلى ربك رابعة مردية خطين ويقعني يا أية من المسي خارجك تخرجين عصخة مونة ترارو تسارين كي انت تكون خوات فلا ليس شريفا من تلك الساعة التي قفت وفاجر الصالح فلا أتي توفر على الأمر وفي لحظة واحدة فأسمت الروح إلى البروان والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم البرو بساق هناك تحص العبد غدار غريبا ومنازل رهيبة عجيبة فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من دار الهوان إلى دار المعيد المقيم فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة آخر وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى دار الواحد القار لحظة واحدة وفي لحظة واحدة وفي لحظة واحدة وفي لحظة أولا